هنا الأردن الحكومة العراقية بالانتصار الاستراتيجي الهام الذي تحقق في مدينة الموصل بعد أن تم تحريرها من عصابة داعش الإرهابية بدعم وإسناد من التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب إلى ذلك بدأت القوات العراقية في الموصل عملية واسعة لإزالة مخلفات داعش من الأزقة والأحياء التي كان يسيطر عليها تحرير مدينة الموصل من عصابة داعش الإرهابية هو انتصار للإنسانية وشعوبها الخيرة على قوى الإرهاب والشر ونمتج للإرادة والتضحية التي قدمها كل من ضحى بحياته من أجل هزيمة الإرهاب هذا ما أكدته الحكومة على لسان وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني مهنئا العراق حكومة وشعبا بهذا الإنجاز التاريخي الأردن شدد على أن تحرير الموصل يشكل مرحلة جوهرية وحاسمة في الجهود العراقية والعربية والدولية لمكافحة الإرهاب مؤكدا أنه لا بد من مواصلتها حتى استئصال الإرهاب الذي يمثل داعش أحد أبشع صوره كذلك الحكومة الأردنية أشادت بالتضحيات الجسيمة التي قدمها الأشقاء العراقيون في مواجهتهم الطويلة مع العصابات الإجرامية والتي وحدتهم في تلك المواجهة مترحما على الشهداء الذين قدموا أرواحهم لدحرق والشر والظلام كما أشادت الحكومة الأردنية بجهود أعضاء التحالف الدولي كافة ضد عصابة داعش الإرهابية في محاربة الإرهاب وبالنموذج الذي قدمه هذا التحالف في معركة تحرير الموصل من الإرهابيين الأردن أعرب عن الأمل في تحرير مدينة الرقة السورية وكافة أماكن تواجد داعش بما يمثله ذلك من رسالة واضحة إلى الإرهابيين كافة في العالم من أن الشعوب المحبة للسلام والاستقرار تقف صفا واحدا في مواجهتهم وفي العراق بدأت القوات الأمنية في مدينة الموصل عملية واسعة لإزالة مخلفات عصابة داعش من الأزقة والأحياء التي كانت تسيطر عليها والعمل على تفكيك الآلاف من الألغام التي زرعتها العصابة الإرهابية بطرق معقدة وخطرة كما بدأت القوات العراقية بالسماح لبعض الأسر بتفقد ممتلكاتهم في المناطق المؤمنة من المتفجرات داخل الموصل فيما شهدت أحياء أخرى من غرب الموصل عودة جزئية لبعض الأسر إلى مساكنها رغم تضرر البنى التحتية للمدينة وإنعدام الخدمات وكان رئيس الوزراء العراقي أعلن تحقيق النصر الكبير في مدينة الموصل المحررة بعد نحو تسعة أشهر من انطلاق عملية استعادة ثاني أكبر مدن البلاد